الله معكم يا أخوتي، السلام عليكم ورحمة قلوبكم يحنى 5.17 بتقول الآية فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل كيف عبتقول أنه الله بده يعمل حتى الآن؟ كيف عبتكسروا بسية السبت هيده هون؟ كان هو شافي أحد الأشخاص نهار سبت كيف اشتغلت السبت؟ ما قالوا رتاح السبت قالوا ان الله رتاح السبت الله ما بيرتاح، الله بعضه عب يشتغل وأنا عب يشتغل هون خوته عليه لأنه كمان حط حاله مع الله أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل هو حط حاله مع الله وأنه هو الله وكلنا بنعرف كم مرة آموت حتى يقتلو كرميل هيدا الكلام وكرميل أنه كسر السبت كسر أيام السبت لدرجة مرة بتتذكروا ما قال لهم السبت لخدمة الإنسان مش الإنسان لخدمة السبت هون عب يحكي طبعا مش عن الله نحن بخدمة الله وقال الله إجعى بقول تحت أخدمكم تحت ريحكم تحت تخلصكم إنما عب يحكي هون بشريا عن يوم السبت وعن أرض الأسبوع وعن الحياة اللي الله قال عيشوا وفرحوا وانموا وكثروا هيدا هو أنه تفرحوا كل أيام الأسبوع مشان هيك ما تقعدوا أنتوا تقولوا نهار السبت هي ريت سين نمشي ريت سين نشتغل لا 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 فرحوا حتى نهار السبت هيدا قصدوا اشتغلوا غنوا تجوزوا عملوا كل شي نهار السبت هيدا يوم ريحتكم هلأ بدي أقول أنا عبفسر هيدا الآية شو معنات لما الرب يسوع قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل لش الله ما خلص وقال إنه خلص في اليوم السابع استراح وخلص ومش الحال مش هيدا القصد القصد إنه الله لما قال هيدا الكلمة أخوتي أنا عاملها حتى في فيديو قبل لما قال هيدا الكلمة مش معناتها استراح إنه وقف وقعد وما عبي يعمل شي مثل ما كان الشعب اليهود يفكر إنه ما عبي يعمل أي شي وقعد عبي يتفرج علينا الله وقعد هيك لا ما خلصت هون الخليقة وعمل الرب بحياتنا هون عبي يقول تفسيرها أحد الأباء بيقول إنه معناتها قد أنجز العمل اللي الله بوده يعمله يعني خلص هيدا العمل ارتاح استراح بمعنى خلص هيدا العمل وعبي يكمل بدلش يكمل بأمور تانية ما عبي يقول عنها لبعدين إحنا شفنا بملء الزمن لما يجي الرب يسوع عبي يتكمل وتكمل مع الأنبياء مع إبراهيم وأصحاق ويعقوب وإليا ويوشع وكل الأنبياء ودنيال وداود كلها كان بعضه عبي يتكمل الخلق لش خلق واقفه نيك ما كان عبي يتكمل وكان معجزات الرب عبي تكمل وعجيب الرب عبي تكمل وكملت يا أخوتي طبعا مع الرب يسوع بملء الزمن لما يجي الله وتجسد الرب يسوع حتى يخلصنا وقال هيدا أنا هيدا أنا الله اللي عملتك يا إنسان واللي خلقت الدني وقلتلك إنه بدك ترتاح باليوم السابع طلع الرياحة باليوم السابع طي علمنا إنه نرتاح نشتغل كل الأسبوع وفي عندك يوم رياحة يا إنسان باليوم رياحة تبعك عمول صداقة مع الله وصلي هذا يوم الرب شوفه ما أروع ربنا يوم الرب هو يوم رياحة لأنه مع الله منكون مرتاحين مش إنهيك يوم الرب اللي هو نحن رياحتنا منكون مع الله مرتاحين فكريا وجسديا وأهم شي روحيا هاي أنا رتاحة روحي وبذات لوقت مريح جسدي أخ شو حلوة شفته اليوم اللي بده الله يا إنه نكون السبت اللي بعدين إحنا عملناه الأحد مع الرب يسوع هيدا هو يوم الرب يوم الرب اللي هو بدنا نرتاح فيه جسديا وروحيا وعقليا وكل شيء هيدا هو أصد الرب مش إنه الله وقف يا أخوة حتى الرب لو معه بيشتغل كان لو ما بعده عب يشتغل كان توقفت الحياة كلية ما كان في بقى حياة ما كان في بقى إنسان شو وقف الله وقعد رتاح من وقته ما عاد يشتغل مش مزبوط الله معنا 24-24 وقال لخارج الزمان وخارج المكان هيدا الزمان اللي نحن فيه نحن الناس بنحكي فيه إنه ساعة وساعتان وثلاتة الله كل الوقت معنا إنه خارج الزمان ما في وقت عند الله الله الكلية القدرة الأكبر من فكرنا ومن عقلنا ومن دوامنا ومن حكينا ومن طريقة فكرنا ما بنقدر نستوعب شو هو الله وقالنا بنصير الله مثل ما بقول عطول فالله إذن لو توقف عن العمل كان توقف كل شي والحياة كلها كانت توقفت إذن كلمة كلمة استراحي أخوتي مش معناتها إنه وقف وما بقى فيه شي عبي عملوا بتعني كلمة أتم ما يريد عمل اللي بده إيه هم معناتها استراحي كأنه أنت عبتشتغل هلأ بشي قدامك بالبيت خلصت ومتقلت لشي تاني بشي بتقول خي أنا ارتحت ارتحت منه يعني ارتحت من هيدا الشغلة عملتها بهيدا المعنى للمفهومنا البشري عملها الله وقاله وما كان بيعطينا بالوحي والإلهام إنه نقول ونكتب كل هولي لحتى نفسر ونقدر نعيش على قد عقلنا المحدود البشري ونحن ناس محدودين فهو إذن عبي إلنا لازم نرتاح بهيدا اليوم لأنه الله رحمة وصلاة وقاله بده إينا كمان يعني أخوتي عن جد مش هياك الأدية التامة من الله جاي لخدمتنا وقتا للتجسد عبيون أنا بخدمكم بعيوني بعلمكم كيف تاكلوا وكيف تشربوا وببرقكم وبنصدب كريمالكم بيحمل خطيتكم بيحملها لخطيتكم متل ما بتروحوا عسوق تشغراد واحد بيحملكم إياها هو حملهم هو حتصوروا أنتوا اللي خلقنا واللي أوجدنا هو عبيحمل عننا هو حمل عنا ولحد هلأ بعضهم استمر يا أخوتي وبعدها وبعدها بعضهم استمر رحمة الله بتذكري أخوتي أنه الله ما بيتعب ما بينعس ما بينام بعض عند الله السهراني علينا على شعبه نحن شعب الله نحن اللي اختبرنا وعشنا قال رب يسوع كل الناس اللي مؤمنين بألله بحقيقة الله بيعرفوه نحن شعب الله انسوا شعب الله المختار راحت ما بقى في شي رب يسوع قال ها هو بيتكم يترك لكم خرابة ما بقى في شي اللي بيعبد الله واللي بيحب الله ولي بيمشي ما بده الله هيدا بيكون من شعب الله هيدا شعب الرب اللي بيعمل مشيئة الله هو ابن الله وهو اخترنا انه نكون اخوته يا اخوته خلينا نكون هيدا الامتياز اللي عطانا اياه نقدر انه نحمله ونمشي ونبشر غيرنا هيدا مسئولية كتير كبيرة اللي حملنايا نحنا المعمدين ونحنا المسيحيين تنبشر العالم كله وتنحب العالم كله وبس حدا يقلنا ليش حاب تحبه هالقد ونقوله انه احنا مسيحيين هيدا هو المسيحي المحبة المطلقة منعصب اكيد شو بيقول بمعنى انه منعصب كتير اكيد من هستر بنعمل كل شي بس منعرف انه نوقف ونقول ربي وإلهي ونرجع يا رب سمحني انا اليوم عالصبت بعرف لوان برجع بعرف لامين برجع ولوان بوقف مرجعيتي ربي وإلهي غيركم بيتضيق لأ ما بيعرف فهم بده يرجع ولا مين بده يرجع ولا مين بده يش كهمه نحنا بنعرف انه عنا ام اسم العدرة عنا قديسين اخوتنا وعنا ربنا يسوع بنلتجي لقالهم بس نطول بالنا على الجواب اللي بنسمعه لانه توقيت الله غير توقيتنا برجع بقلكم بالقاي اللي قال انه الرب بعضه عب يعمل الرب يسوع الله يعمل وانا بعدني عب بعمل ما توقف بعضه العين السهرانة الله ما بينعص ما بينام ما بيتوقف بعضه عبيشتغل لحد هلا فينا بالروح القدس بعده هلا هلا عبيشتغل الرب يسوع بزهراته بامنا مريم العدرة بال соответسين فنا من خلالنا بعضه عبيشتغل وبعد في ظهرات لألو على الأرض لألو لمريم العدرة الأخر Guyدسين إذن إحنا معرفنا مش معناتها ما في إذا انت يا انسان ما عارفتش معناتها ما في إذا انت كنت قاعد ببيتك عو بدأي محل ما عازل مش معناتها المجتمع مش ماشي والدنيي مش ماشي. الله بعضه عب يبني وعب يشتغل فينا لابد الابدين ليوم الايامة لحتى نتلاقى فيه ويفسر لنا اكتر وقالنا شو لازم نعمل بوقتها بالحياة الابدية. سلام ربي صعب قلوبكن. امين.